اخوة كيف كنت؟ تمنى تكونوا بخير ان شاء الله اليوم جاي بقراءة شهرية لبرج الدلو رح حاول احكي فيها عن الاحوال العامة سواء الاحوال العطفية او العامة رح تحدث كذلك حتى عن العذاب ورح هذه القراءة تنطبق على البرج الشمسي القمرية الطالع وفي امكانك ان تكون قراءة عكسية اذا تكلمنا بالعلاقات العطفية بداية يا برج الدلو عمشوف في خصامات وفي مشاكل عمشوف في بلوك في عدم الكلام بينك وبين هذا الانسان عمشوفك موجوع القلب يا برج الدلو عمشوفك كأنه تخصص بخسارة كتير كبيرة يعني تقريبا الطاقة كأنه تقريبا ما في كلام ما في كامونيكيشن ما في حكة اوكي الطاقة كتير سلبية بهذا القراءة وما في مشاكل انت وهذا الانسان عمشوفو لهذا الشخصية لهذا الانسان ممكن شخصية من برج يعني برج النارية عمشوفو شخصية بتعرف التوازن تعرف كيف تحب وتشتغل باشيء اخرى انسان ممكن حاليا عمشوفو مبتعد عنك وما عم يحكي ابدا يا برج الدلو عمشوفو كذلك هذا الانسان كان ما عمل لك بلوك او ما عم يحكي من اصله وما عم يحاول انه يحكي اوكي عمشوفو لهذا الانسان كذلك عم يفكر فيك حتى لو انه مبتعد بفكر فيك اريقه هوك عم تجي ببالك الليلة قبل ما ينام عمشوفو عنده اهتمامات اكتر عملية وعمشوفو مبتعد وحاسس انه خسرك او خسر العلاقة بالنسبة للك عمشوفوك عم تنتظره او عم تراقبه عن كسب او من بعيد بس ما عم تبدي شيء اوكي عم تعاملك انه الاشيء اذا هو ما عم يحكي معي خلص ما رح احكي معه عم شوفك مبتعد وعم تراقب لهذا الانسان ممكن هذه العلاقة علاقة كرمية علاقة صلة زم انه وانتو مع بعض او علاقة فيها درس لازم تتعلم درس من هذه العلاقة لانه دائما العلاقة الكرمية لازم تتعلم منها شيء تاخده بحياتك كدرس عشان تعرف تتعامل باشيء اخرى بالنسبة للك عم شوفك كتير شايل بقلبك تجاه هذا الانسان بس ممكن عم شوفك اكتر تهتم لصحتك لجمالك ممكن بتقول الحياة موقفة على هذا الانسان ممكن تكون فيه علاقات جديدة وفيه ناس اكتر تستحق ان تكون معي بس هذا الانسان عم يحس حياته او سعدته لا تكتمل بابتعدك عنه عم شوفك انه عنده اختيارات بينك وبين انسان اخر او عنده كذا الشيء يشغله عن انك ممكن عنده مشاكل تتعلق بالعائلة كأنه عنده اولويات وعنده مشاقات او عنده عنده مسؤولية اكتر بالعائلة او عنده كذلك اطفال اوكي عم تشغله عنك عم شوفو لهذا الانسان كذلك ممكن يكون برج الحمل او برج الاسد عم شوفو ممكن يكون من برج العذراء الثور والجدي عم شوفو ممكن حتى يكون برج العقرب هذا الانسان عم شوفو عم يكابر او عم يقوم مشاعر اتجاهك ما عم يوديها لالك عم بيبين كأنه انسان ما حاسس اصلا بشي اتجاهك بس هذا الانسان يحمل مشاعر كتير قوية اما انت تريد فقط شيء واحد انتو ما عم تحكي مو وعمل بلوك وكل شيء بس بدك انه يرجع لحياتك لحتى يطلب السماح منك وبعدين انت ممكن تقل له بتاعد عني او شيء المهم انه تاخد كرامتك او كأنه تشبه خليلك برج الدلو على انه اوكي انا ارجع لحقي اوكي بالنسبة لبرج الدلو على فكرة ام شوف في مراقبة انت عم تراقبوا لهذا الانسان في مراقبة في ممكن تراقبوا على سوشيال ميديا ام تسأل عنه عن بعيد اسمه هم تحكي مو اوكي انشوف على انه ام بيقول لك انه هاي العلاقة تتطلب ايمان كتير اوي تتطلب اشتغال عليك كتير اوي وايمان فيها لانه هذا الانسان شوي ممكن شخصية صعبة او شخصية متكبرة وشخصية غريبة ممكن حدا مزاجة جدا يحكي معك اليوم بكرة ما يحكي معك مانه سعبت اوكي متل ابرج دلوش برج من الابراج الفكسد او الابراج الثابتة ما بيغير كتير ممكن انت كذلك تتعامل مع برج الميزين عم شوف على انه ممكن مشاكلكن على انه هي دائما انت يا برج دلو عم تعانده او عم بتعامله بالند اوكي انا انا كمان عندي شخصية وعندي افكاري وعندي كذا وعندي كذا هو ما بيحب هيك يعني بيحب انه يكون الناس عم تتبعوه الناس عم تطيعوه ما بيحب انه يكون بعلاقة او الشخص الاخر بيحسوا قوي بيحسوا شخصية كمان عنده عنده شخصيته وشخصيته قوية وبارد ووارد جدا هيدا اللي عم يحسوا اصلا بالعلاقة بالنسبة للعزيب عم شوف على انه متقلقين بهذا الشهر كتير بارزين جدا الناس عم تطلع فيهم وتقول واو عم شوف كذلك على انه محبوبين كتير من الناس عم شوفون يلجؤون الى الابتعاد عن كل الناس اللي حواليهم عم شوفون يلتجؤون الى السفر الروحاني اذا بدنا نقول يهاجروا او يعتزلوا الحياتي اعتزلوا الناس عم شوفون كأنه عم ياخدوا رحلة بالعقل الباطني وعم يفكروا بكتير اشي بيفكروا بمستقبلهم بيفكروا بحياتهم بمنهاج حياتهم عم شوفون عم ياخدوا هذه الطريق بس عم شوفون هلا يعيشون هايدي برج العزاء برج الثالو عم شوفون يعيشون نقل نوعية او تغيير جدري كانوا عم يمروا من نقل نوعية وراح هذه النقل النوعية رح تجلوا بلون سعادة وراح تجلوا بلون خير ممكن كذلك هذه النقلة النوعية ممكن تغير منهم كتير وتغير من حتى تتصرفاتهم مع العلاقات هذه الرحلة اللي انا بقول عنها الرحلة الروحانية اللي عم تعيشها يا برج الثالو لازم تخليك انسان ناجح اكتر بالعلاقات رح تاخدوا او تلاقي نقاط الضعف بحياتك وراح تكتشفها بالمستقبل وراح تحاول تتجنب كل الشيء سلي بالنسبة للحياة العامة عمشوفها كتر تهتم لتحقيق احلامك عمشوف حتى في اموال تأتيك من الجد ممكن حدا يعطيك اموال هيك يعني صدقات مش صدقات بس يعني زي بدنا نقول عيدية حتى لو ما في عيد عمشوف على انه كذلك في مرأة تترسل اليك يا برج الثالو احذر منه ممكن هذه المرأة تتدخل بشيء من الشر لا تعكر صفو بينك وبين شاء انسان اخر اوكي عمشوف كذلك على انه في فتح الرزق هذا الرزق ممكن يأتيك من العائلة كما قلت او قرث ممكن كذلك عمشوف في حدا يتواصل معك ممكن يتفلك اخبار هذه الاخبار تتعلق بعلاقة عاطفية هذه العلاقة العاطفية ممكن تكون هذه الاخبار غير صار لعلك ممكن تخليك انت جدا حاجين بس عمشوف على انه في رزقة رح تأتي لبرج الثالو عمشوف فيه اشياء من الماضي تعود لحياة برج الثالو ممكن فيه مشاكل تخص او اذا كنت انت مقدم على هجرة لبلد اخر ممكن تتأخر الامور معمشوف يعني معمشوف اصلا الامور يعني ميسارة بس عمتان تتأخر الامور ممكن تحصل عليها بس متأخرة عمشوفك اكتر تهتم للمردود المادي والنجاح المادي وعم تسعى لكسب الرزق جديد بحيث كبرج الثالو عمشوفك اكتر تهتم كدلك الابتعاد عن الناس الابتعاد عن كل الشي الذي يعكر صفو برج الثالو بس كما قلت احذر من المرأة هذي المرأة عم تتدخل لتحكير صفو حياتك هذي المرأة ممكن كدلك عم تجلب لك مشاكل تخص بالعلاقات وبالزواج جيدا كنت متزوج او ممكن تجلب لك مشاكل مع انسان او مع الاب تتدخل لكي ممكن حتى عندها صفة الصرقة ممكن تسرق شيء او تخونك اكي عمشوف هذي المرأة ليست بالجيدة ممكن هي من الابراج النارية او الابراج الهوائية بالنسبة لي عمشوف انه طاقتك الحالية كتير عم تحس انه الطاقة جيدة او انت يعني في تفاهم متبادل مع الشريك انت عم تحس بأحاسيس جيدة مع هذا الانسان وكدلك هو عم يشعر بذات المشاعر عمشوف في تفاهم في ألفة في اخضعطة يعني انت والشريك على وفاق بالوقت الحالي عم تشعره بطاقة ايجابية وطاقة كلها فرح عم نشعره كذلك هذا الانسان انه هو انسان كتير يشعر بمشاعر تجاعك حلوة طاقة حلوة بحب كبير بحسك على انه انت خلص الانسان اللي عم يحبه الانسان اللي عم يرتاح معه عمشوف في كتير طاقة جميلة بالنسبة لعلكون انت والشريك ممكن وارد جدا انه هذه العلاقة صار لمدة طويلة انتوا مع بعض لانه عمشوفك انت بالضبط كان مشلت كتير اعباء بهذه العلاقة وكانه هذه العلاقة طريقة طول طريقة بصار طويل جدا ما عم تشوف النهاية او اذا كنتوا بيعلاقة جديدة يعني انت متلاهف انه كثير زواج يصير شيء فعلي يعني مللت انت من العلاقات اللي عم تنتهي بكل سرعة بدك علاقة دائمة ويكون يعني نتجتها بسرعة ما بدك انه تدخل بعلاقة تصير فيها سنة وثلاث سنوات وبالاخير ما تنتج عنا شيء اوكي بالنسبة لك هذا الاساس مهم جدا اما هو عم شوفه عنده كتير امور ملخبة حياته عم شوف ممكن حياته العملية مش ميسره ممكن كتير امور مش ميسره بالنسبة له العمال ممكن يكون الطريق بحياته مظلم ما عم يشوف طريقه بالواضح عم يشوف فيش اشياء في كتير عثارات بحياته في كتير امور عم تعرقلوا بحياته ما عم تخلي اصلا يوصل للاشياء البدوي ايها اوكي اه في كتير امور عم تعرقل علاقتكن مع انه في حب في جمال في عشق في كتير اشياء في احسيز جميلة عم تشعروا فيها بس في كتير من الأمور عم تعرق العلاقتكن عمشوف على أنه أنت بدك توصل لنتيجة العلاقة بسرعة بدك توصل أنه تكمل هذه العلاقة ويصير فيها زاويش أنه تصيروا مو مستخبين يعني ما تصيروا بعلاقة تحب فقط بدك شيء يظهر للعلن في شيء يعني الناس كله بتعرفكن أنه مع بعض عمشوف على أنه عمشوف أنه هذا الإنسان الأمر الذي يقرقه بهذا الحياة هو العمل بالنسبة له العمل جداً مهم عشان تصير العلاقة فيها نجاح كتير كبير ما عمشوف على أنه ما فيه يعني هي تحمل أسري أو عائلة إذا ما كان العمل بالنسبة له ميسر عمشوف الأمر الذي يعقه بالحياة هو العمل كتير عمشوفه عم يشتغل عمشوفه كتير عم يجتهد بس ممكن عندكم عراقيل تتعلق بهذا الأمور عمشوف على أنه كذلك هذا الإنسان يشعر بمشاعر كتير جياشة تجاهك يحبك هذا الإنسان يريد أن يكمل حياته معك بس في كتير عراقيل تحول بينكم أو بتخليكن ما عم تتطوروا بالعلاقة عمشوف كذلك على أنه كما يظهر يعني في كتير من الأشياء عم تخليكن ما عم تتطوروا وليش بقى العراقيل الحياتي العامي يعني عم تخليكن ما تتطور أوكي بيقلك الورق أنه كل شي رح يأتي بوقته أنت ممكن متسرع بالوقت الحالي بدك تحصل على نتائجة كتير سريعة بدك مثلا أنه يعني يصير زواج أنه الأمور تتأثر بسرعة بس بيقلك أنه الوقت هو يعني كل شي رح يأتي بوقته ما تقلق أبداً أوكي هون بيقلك أنه هيدا الوقت لطعطي مش لطحصد لازم توقف مع هذا الإنسان بالوقت الحالي لازم يعني تكون صبور جداً يعني ما تتوقع بالوقت الحالي أنه يكون فيه ريزولت أو فيه نتائج كتير كبيرة بهذا الوقت